السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام قبل أن تقدم نفعك إلي كفأ ذاك عني يقال دائما ما يعود المجرم إلى مسرح الجريمة فإن كنت من محب الغموض والإثارة والقضايا الغمضة دلوقتي فعلنا بيج أرشيف خلينا أقول لك يا صديقي إن في قضايا كتير من بشاعة تفاصيلها بيتم حظر تداول أي تفاصيل عنها يلا يا صديقي ادخل للبيج هنقدم فيه تقارير مفصلة عن أغرب القضايا وأكثرها غموضا وإثارة بشكل احترافي وبمصادر موثقة هتلاقي الرابط في أول تعليق ادخل للبيج وتابعنا على سن توصلك كل حلقاتنا السيقة من أرشيف ما تنسوش الدعاء لإخواننا اللي تحت الحصار ربنا يسبتهم وينصرهم ويرحم شهداءهم وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع سكاي اللي بنشوفها وهي متكتفة في مكان غريب وفاضي تماما وبيبقى واضح إنه من بعيد في حد تاني متكتف لكن لإن سكاي مريضة سكر فالرؤية بتبقى مشوشة إلى حد ما بين نسبالها بسبب خلل توازنه في جسمها بسبب حملها والظاهر كده إن اللي خطفها عارف كويس الأعراض اللي ممكن تظهر عليها وقاصد إن ده يحصل لها وبنرجع فلاشباك لمدة 9 شهور فاتت وبنتشف إن سكاي طالبة في المرحلة الدراسية إلا قبل الجامعة على طول وبنشوفها وهي بتذاكر وصحبتها لوسي قاعدة معاها ودي بقى عشرة عمرها كله من وهم أطفال صغيرين جدا وبيبقوا بيتكلموا مع بعض في إنهم هيتفرقوا قريب بسبب دخولهم للجامعة في نفس الوقت بس سكاي بتبقى متطمنة لإن الصداقة بالنسبالها مش بتتأثر بقلة الكلام أو الزيارات وبيقطع كلامهم وصول جيك والد سكاي من السفر وبيكون الكل في انتظاره وبيقول لهم جيك خبر جميل بالنسبالهم وهو إنه قدر يحصل على بيت كويس جدا والأم ما بيكونش مصدقة من كتر فرحتها وعلشان الخبر ده بيكون جيك عامل حسابه في هدايا مخصوص ليهم أما لوسي فبتكون وقفة وسط الطرابط الأسر ده وبص بنظرة غير مرضية تماما عن حالها فجيك بيعتذر لها إنه معملش حسابها في هدية ولكن بتقوله لوسي إنها كده كده مش واحدة من العيلة وبتغير الموضوع وبتقوله إنه يقدر يعوض ده ويعزموها على العشة معاهم وأثناء تحضرهم للأكل بيقول جيك لإبن سيو أخو سكاي إنه قرب يخلص جمعته وبيعرض عليه إنه يشتغل معا بعد كده بس سيو بيرفض وتقريبا كده ما بيهتمش بكلامه وبنلاحظ بعد كده إنه في نظرات إعجاب بينه وبين لوسي والأول مرة سكاي بتاخد بالها وبتوضح للوسي إن ده يبقى أخوها وما ينفعش بس لوسي بتقول لها إن سيو بالنسبة لها مش أخ والموضوع بيبقى هزار لغاية ما بتيجي الأم وبتنصح سكاي بمعادل حقنة بتاعتها وبيقعدوا البنتين مع بعض وبيفضلوا يسترجعوا ذكريات طفولتهم سوا وبنفهم إن خلاص سكاي فضل لها سنة وتروح الجامعة لإنها متقدمة على لوسي في المرحلة التعليمية وبتوصيها لوسي إنهم لازم يعيشوا السنة دي بطريقة أحسن من كل سنة كانوا عايشينها قبل كده وبتنصحها إنها لازم ترتبط عاجلا أو آجلا وبعد ما بيخلص اليوم الممتع ده بتروح لوسي على بيت أهلها وهناك بنتشف ليه لوسي بتقضي معظم أوقاتها مع أهل سكاي وده بسبب الخلل في العلاقة اللي بينها وبين والدتها هانية اللي كل فترة بتدخل راجل غريب لحياتهم ده غير إننا بنشوفها بتقول لوسي إنها خلاص يعتبر تمت السن القانوني والمفروض تشتغل وتساعدها في نفقات البيت والتاني يوم بتحكي لوسي لسكاي وبتعرفها إنها عايزة تشتري شقة في أقرب وقت وتبعد عن والدتها وفي الطريق بيتصدفوا بوجود طالبة معاهم ومعاها طفلها وبيلقبوها بسوبر ماما وأثناء الحصة بتقترح لوسي على سكاي إنهم يعملوا زي البنت اللي لقبوها بسوبر ماما وينجبوا هم لسه طلبة بس أهم حاجة يكونوا في نفس الوقت مع بعض وبتبقى سكاي كل اعتراضها على فكرة الإنجاب وهي مزال الطالبة ومش في سن لتحمل المسئولية بس لوسي كل اللي بتفكر فيه إن الأم في بلدهم بيبقى ليها دخل شهر سابت من الدولة وخصوصا الأم العزباء في سن صغير وده طبعا هيغنيها عن احتياجها لولدتها ويخليها تستقر بس بينتهي الجدال ما بين لوسي وسكاي إن سكاي بتوعدها بأنهم هيكونوا أمهات أصدقاء وأولادهم من سن بعض وأثناء تدريبهم على العرض التقديمي لألعابهم في المدرسة بتتعب سكاي وبتبقى هتوقع صديقتها غصبة عنها وبتجيلها المدربة تهنها بالكلام ومن بعدها أصحابها بيتنمروا عليها بس بتجيلها لوسي وبتقول لها إن براد معجب بيها سواء بوازت العرض أو لا وبتنصحها إنها تقابل في حفلة الجامعة عاملها فبتروح سكاي على البيت وبتاخد رأي والدتها في إنها تروح الحفلة لإن كل الطلبة هيكونوا موجودين فيها بس الأم بتبقى خايفة جدا على مستقبل سكاي وعاوزة تبعدها عن أي حاجة تشغل بالها وخصوصا إنها بآخر سنة من مرحلتها التعليمية قبل الجامعة وكمان علشان خايفة على مستوى السكر عندها من المشروبات والأكل اللي هيكون موجود هناك فبتزعل سكاي جدا وبتطلع على قدتها ولكن بالليل بتتسحب لوسي ليها من الشباك وبتقدر تقنعها إنهم هيروحوا سوى الحفلة مع بعض من غير ما والدتها تعرف وبتعرفها إن أخوها سيو أساسا هيكون موجود هناك وبرضو من وراء والدتها بس الغريب إنها بتلاقي على مكتب سكاي حبوب منع للحمل والمبرر سكاي إنها مجرد حبوب بتمنع تقلصات المعدة مش أكتر وبيروحوا فعلا الحفلة سوى وبتتقابل سكاي مع براد وبتسيبهم لوسي مع بعض بس بعد ما بيغيبوا عن بعض فترة بتدور عليها سكاي وبتتفاجئ إن في علاقة حميمة بتربط بينها وبين سيو أخوها فبتمفاعل سكاي على لوسي والإن علاقتها بسيو ممكن تفسد صداقتهم سوى لكن لوسي بتحاول تهديها وبتعرفها إنهم مش هيعلنوا ارتباطهم قدامها أو قدام أي حد وبيبقى واضح على لوسي إنها عايزة تحافظ على صداقة سكاي بأي طريقة وبتخاف جدا على زعلها وفي بيت سكاي بالليل بتصحى الأم على صوت خبط وحركة قوية في غرفة سكاي فبتقوم علشان تتحرى الصوت ولما بتتتبعه بتكتشف إن سكاي نايمة عادي وطبعا سكاي بتبقى لسه وصلة لقودتها قبل ما تدخل الأم بثواني وبتكون تمت عملية الهرب من البيت والرجوع ليه بنجاح تام والتاني يوم بتروح سكاي لبيت براد بدل ما تخدها صاحبتها لوسي معاها توصلها وبنكتشف إن والده متعصب جدا ده غير إنه يعرف جيك والدها وبيتعامل معاها بطريقة مش حلوة بس براد بيخرج لها وبيعرفها إن والده دايما مش بيحب أصدقاؤه وبتمر الأيام ولوسي بتسأل سكاي عن براد وبتتفاجئ إنها لسه على علاقة به ومش بيتكلمها أو حتى بتحكي لها عن حاجة ومهما سكاي حاول التعتذر للوسي مش بتقبل اعتذارها فبتحاول سكاي تراضيها وبتقول لها إنها بعد كده هتخصص وقت لها وبيبقى رد لوسي عليها إن الأصحاب ما بيخصصوش وقت البعض وبتسيبها وبتمشي وبدل ما سكاي تروح وراها بتروح تقابل براد وبنشوفهم وهم في المكان اللي دايما هي ولوسي فيه مع بعض وفي الوقت ده بتبقى لوسي كالعادة في البيت وما تحوطب مشاكل والدتها مع الرجال اللي تعرفهم وبيكون الملجأ الوحيد ليها هو إنها تشتاكل سكاي صاحبتها وبتمسك تليفونها فعلا علشان تبعت لها رسالة زي ما متعودة دايما ولكن بتترجع في قرارها لإنها شايفة إنهم ما بقوش أصحاب زي الأول وفي حد تاني سد مكانها عند سكاي واللي يبقى هو براد وفي وقت تاني بتتقابل هانيا مع والدت سكاي وبتلمح لها إن سكاي مرتبطة بشاب جارهم من وراهم فبتروح الأم تتكلم مع هانيا وبتعنفها لإنها عايزها تركز في مستقبلها وبتفكرها إنها قبل كده طلبت منها تضحي برفاهية الوقت ده من حياتها علشان ترتاح بعدين وطبعا بيكون أصداها علشان تقدر تخلص مذاكرتها وتدخل كلية من كليات القمة زي ما هي وجيك والد سكاي عملوا بالضبط فبتنفعل سكاي وبتسيبها وبتطلع لقضتها وبعد شوية وقت بتطلع لها وبتكون ألآن علشان نسبة الأنسوليم ما يحصل لها تضرر وخصوصا لما بتسمع صوتها في الحمام وهي عندها غسيان وقيء وبيبقى واضح إن سكاي تخنقت من طريقة التعامل المثالية دي بسبب مرضها وبتروح تتكلم مع لوسي لإنها بتبقى ألآن من إنها تكون حامل وبيكون معاها اختبار الحمل وللأسف بتتفاجئ إنها فعلا حامل من براد ولوسي بتكون فرحانة بس لما بتلاقي صاحبتها منهارة بتوسيها فبتروح سكاي تقول لبراد ولكنه ما بيكونش مستعد لأي حاجة زي كده وبيتخلى عنها فبتلجأ للوسي ولوسي بتبضل توسيها والصدمة إن لوسي كمان بتبقى حامل في نفس التوقيت زي ما تمنيت بالظبط وهنا بتنفعل عليها سكاي وبتتهمها إنها كانت أصدق إن ده يحصل وبتتقرب من أخوها سيو متعمدة علشان يرتبطوا ببعض العمر كله زي ما كان في أحلامهم وفي البيت بيدخل سيو على سكاي وبيزعق معاها لما بيعرف إن صاحبتها حامل منه وبيتهمها إنها خططت دمع صاحبتها علشان ترتبط بيهم العمر كله بس بتصدموا سكاي لما بتعرفوا إن هي كمان وقع في نفس الورطة وعندها المشاكل اللي تخليها ما تفكرش في أي حاجة تانية غيرها ولما الأهل بيعرفوا ما بيكونوش عارفين يعملوا إيه مع أولادهم اللي اتنين سواء سكاي ولا سيو وبيفضلوا يفكروهم بكل كلامهم وتربيتهم اللي نشأوا عليها وبيبقوا متحصرين لأنهم ضحوا علشان أولادهم كتير ومع ذلك أولادهم خزلوهم وبتروح الأم مع سكاي علشان تتأكد من حملها وفعلا بيتأكدوا عند الدكتورة ولما بيروحوا في البيت بتكرر سكاي إنها تحتفظ بالجنين ولكن هي ما زالت مش متأكدة هل هتقدر تربيه ولا لأ فبتفكرها والدتها بالجامعة وطبعا لأن سكاي ما زالت مراهقة وطيشة فما بيكونش عارفة هي عايزة إيه بالزبط بس الواضح إن لوسي مبسوطة جدا بخبر حملها وده لأنها أساسا مولودة في بيت نشأته كانت غلط من الأساس والتاني يوم بيروحوا الأهل العيلة براد علشان يقدروا يحل المشكلة اللي وقعوا فيها وبيكون اقتراح سكاي إنها بعد ما تولد تعرض الطفل للتبني بس ده بيصدم براد جدا وبيرفض بشدة اللي بتقوله وبيعرفها إن ابنه زي ما هو ابنها ولما والده بيحاول يعترض على كلامه لأنه مش عاوز حاجة تربطهم بالعيلة دي بنكتشف في الوقت ده العداوة اللي بين والده وبين جيك والد سكاي وبنلاقيهم شبه بيتخنقوا علشان والد براد كان شغال مهندس معماري في نفس الشركة اللي كان شغال فيها جيك وللأسف العمد اختار جيك وميزه عنه وكمان أخد المكافأة اللي هي الساكن بداله ولكن بيوقفوهم وبيفكروهم إنهم مش جايين يتخنقوا أو يتكلموا في حاجات قديمة والوقت ده هو وقت حل مشكلة الأولاد مع بعض أفضل ولما بيخلصوا كلامهم معاهم بنشوف جيك وزوجته قاعدين مع هانيا ولوسي واللي بيتفجأوا باختراحها إنها مش عاوزة تتنازل عن الطفل وعايزة فعلا تربيه ولكن في بيتهم هم مش بيتها هي وهنا بنلاقي هانيا اعترضت بشكل كبير لأنها بكده مش هتلاقي حد يصرف عليها لأنها كانت معتمدة إن لووسي هتشتغل وتديها المرتب وبتفضحها قدامهم وبتقولهم إنها عايزة تعيش معاهم علشان هم أغنية مش أكتر وكل ده عملته وهي أصدى تماما كل خطوة فيه ومع الوقت بتبدأ أعراض الحمل تظهر أكتر وتتعارض مع صحة سكاي وده بيكون الشيء اللي الأم خافت منه جداً فبتقرر هي ولوسي إنهم يتتبعوا نظام الحمل الصحي وبيروحوا دروس كيفية الاعتناء بالصحة أثناء الحمل زي دروس تأهلية لصحة الحمل يعني وكمان صحة الجنين وفي يوم بيجر سالة تهديد لوالدة سكاي عبارة عن مكالمة تليفونية من حد بيقول لها إنها هتخسر كل حاجة في حياتها قريب وبيبقى واضح إنه معاها في نفس المكان اللي هي فيه وبتفضل الأم تتلفت حواليها كتير بس ما بتقدرش تميز مين اللي بيعمل كده وبالتزامن إن في نفس الوقت بيحصل نفس الابتزاز مع بنتها سكاي في المدرسة وبتلاقي رسمتها اللي تعبد فيها متشخبط عليها فبيحاول الأب جيك إنه يفرغ المكالمات ويعرف الرقم اللي اتصل بزوجته كان بتاع مين أو عبارة عن إيه وما بيقدروش يحدده حتى هويته إذا كان راجل ولا سيت والصدمة إن جيك كمان بيكون متعرض إنه يسيب شغله بسبب انتشار إشاعة إنه بعت رشوة للعمدة علشان يجيب له السكن المكافأة وبيبقى الوحيد اللي بيشكه فيه هوى براد وبيروح جيك فعلا لعنده وبيتهجم عليه لغاية ما بتيجي الشرطة وبتبقى هتقبض عليه بتهمة التعدي عليهم فالتاني يوم براد بيروح لسكاي وبيدلها بيانات الرقم اللي حاول يهين علتها فبتكتشف إنه يبقى من موقع بيت لوسي وبتروح للوسي علشان تواجهها بالحقيقة واللي بتعمله ده ليه في الأول بتنكر طبعا ولكن بعد كده بتعترف لها إنها عملت ده المصلحتها وبنفهم إن لوسي عارفة إنهم هيسيبوا البيت قريب فكانت بتهدد الأب والأم باستمرار علشان ما يسيبوش البيت ولوسي تبعد عنها وبتكتشف إن لوسي هي اللي بدلت دواها الخاص بمنع الحمل وخططت فعلا من التقرب من سيو علشان يكون حملهم في نفس الوقت بالزبط وبتحكي لها على كل تفصيل عملتها بس بتقسم لها إنها ما حاولتش تبعد أي مكالمة لولدتها والظاهر كده إن في حد تاني هو اللي بيهدد الأم فعلا وفي وقت تاني بتوصل هانيا للبيت وبتكون منهارة بسبب إنها هتخسر شغلها علشان كانت سايقة وهي تحت تأسير الكحول فخبطت عربية واحد وفي شغلها لما عرفوا إنها بتشرب الكحول أمروا بترضها فبتنفعل عليها لوسي لإنها دايما السبب في تدمير كل حاجة في حياتها وبعد مرور أقل من أسبوع بنشوف سكاي وهي متكتفة وبيبقى ده أول مشهد شفناه في الفيلم واللي كانت متكتفة معها هي لوسي فبيروح جيك لهانيا علشان يسألها عن لوسي لو تعرف أي حاجة عن سكاي فبتعرفوا الأم إن لوسي مش هتتواصل مع سكاي خالص ولما بيدخل عندها للشقة بيكتشف إن لوسي كانت لما أغراضها فبيكلم زوجته وبيعرفها إن احتمال تكون هانيا هي اللي أخفت سكاي في نفس اللحظة دي بيتيجي هانيا من وراء وبتطعنوا بالحقنة اللي بتفقدوا وعيه وبتبقى المواجهة واضحة وصريحة وبتبتز والدة سكاي بمبلغ مالي ضخم فبتروح لها الأم ومعاها براد وبنكتشف إن لوسي وسكاي في مخزن البيت بس للأسف سكاي بيكون في حالة أشبه بفقد الوعي بسبب قلت نسبة الأنسولين في جسمها بس بتقدر الأم إنها تنقذ بنتها ولكن بتيجي هانيا اللي بتكون محضرة نفسها بالمسدس وبتهددهم كلهم قبل ما يهربوا فبتقف لوسي في وشهاها وبتعرفها إن هي كمان غلطت زيها بالزبط وبيسترجعوا أخطاءهم ساوى وبتنهر هانيا في حضن لوسي وبينتهي في المينة مع ولادة سكاي قبل معادها بسبب اللي اتعرضت له وبنشوفهم أخيرا وهم أسرتين كاملين مع بعض ومعهم أطفالهم زي ما كانوا مخططين في المينة النهاردة ما تنساش تدعمنا بلايك وتكتب لنا رأيك في كومنت علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم